السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شيوات داني معهن اليوم ان شاء الله سنقترح عليكم كيش بالسبانخ كيش عائلي لديد بزاف بنين معلكم قرمش سوف نعجب افراد الاسرة معلكم الا التبع لفيديو تالخر لنعطيكم جميع المقادر والمكونات والطريقة والنصائح بالنسبة للمبتدئات نبدأ بسم الله على بركة الله المكونات لدينا رشة من الملح بودرة التوم التي كانت متوفرة لك تعطي واحد للدبنينة بالنسبة للعجين وعندي معلقة الخشخاش يعطيه منظر لكي يكون بزوين بزاف وحتى لده عندي هنا جوش حبات البيض وتقريبا نستعمل غير حبة عندي هنا 150 جرام الزبدة هنا عندي الزبدة الخاصة بتورق استعملوا اي زبدة متوفرة لكم وبالنسبة للدقيق 300 جرام الزبدة وهي 3 كيسان بالعبارة الكأس العنباء الخاص بالحلويات التي كانت غربتها من قبل بسم الله على بركة الله سوف نضيف الزبدة ونضيف الزبدة من أحسن انها تكون في حرارة المطبخ نستعملوا الخشخاش حبب الخشخاش لما توفرها بودرة التوم التي تنسيها فقط ما متوفرة لكم او لا تفضلوا شيء سوف نستعملوا الفلفل أسود نستعملوا أول شيء نستعمل ضبدة نجمع نجاحا و نجمع سببز نجاحا حتى نجمعها و لا نجمعها الزبدة و اضيفت السبب و اكملت بالماء لو اضيفه لأحسن نضيفه جوشة البيضات يجب العجين جيد جيد يجب العجين مورق سوف تكون معتمدة عندكم سوف نجمعها سوف نجمعها سوف نضيفها في بلاستيك غدائي ونجعلها ترتاح كل ما ارتاح سوف نضيفها ونضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها يجب أن يخسرها في حشوة يجب أن يكون من الأحسن هنا يصدر الدجاج يمكنك أن تكون من الأحسن هنا يوجد حبات البورو يمكنك أن تستعمل بصلاة خضارية يوجد سبانخ يوجد أدرى بالكتابة يوجد السبانخ يوجد السبانخ يوجد في كل مصر يوجد السبانخ لنife ويستعمل نضيف مقيلة نضيف قطع صغير قطع ملحة نضيف ملحة قطع ملحة قطع ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة قطع ملحة نضيف ملحة نضيف السباني نضيف ملحة نضيف ملحة نستعمل سوف نزيد السبانخ سوف نزيد السبانخ كمية تلج استخدام شمالك سوف نزيد السبانخ نزيد السبانخ كمية تلجل نزيد السبانخ تلجل سوف نزيد السبانخ نستعمل ورقة زبدة المطبخ نستعمل دقيق بكل سهولة ونسترحها بمدلك مزيان نستعملها بحل عجل مورق ونستعملها بحل عجل مورق سوف ترى ان شاء الله في اخر الفيديو نحاول ان تصرحها جيدا ونقلب ونحاول ان نصرحها جيدا لان تكون هذه الجمدات فيها يكون ان الوجود سخون لا تقوم بسيطة فرين السماء نستعملها بشكل كيش نعيش بالنسبة للعائلة نحتفظ بها كف المجمد يجب صراحة نزوينين بزاف ويصلحوا الضيوف ويصلحوا القطة هنا بعد ما سرحت العجين يعني كيكون هذا غسم كديالها نحاول ان نضينا مباشرة في الإطار ونحيط هذا الزائد اللي كيكون زائد عندنا بالنسبة للعجين اللي كيكون زائدة غد نعود تاين بسطا ونضيها كف ميني كيش اللي كيكونوا صغيرين ونحتفظ بهم في أي وقت تبغيتهم يعني موجود عندي يعني ذلك الكيمية القليلة ديال هاد العجين راح حضرت لي تقريبا واحد ستادي الميني كيش يعني ستادي الميني كيش حضرتوا مياه ذلك الكيمية العجين اللي مقاتلية ملاحظت لكم الصورة باش تلاحظوا ذلك حبوب الخشخاش يعني كيعطيوا واحد منظر كي يجيوزوين وكيعطيوا حتى لده هادي نحاول ضروري نستعمل الشوكة يعني ضروري ندلوها كالشوكة باش ممكن تنفخش لنا مزيان والفران كيكون عندي سخون يعني نسخنوها كم نقبل ونحضر معكم لابراي اكيش اللي كتكون سهلة بزاف دغية كي توجد وغادي نعطيكم باش يمكنكم تعوضوها هنا الحشوة ديالي بعد موجدته كتكون هكا يعني السبانيخ وقطع من دجاج والبرو كيف ملاحظتم ما فيه اشتوابين يائيا بزاف وراكي يجي واحد مضاق الليبنين اكيد غاي عجبكم افرط الاسرة ديالكم يعني سهل 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 بزاف ما كي يطلوش منه بزاف نياء اي الوقت ونسبة لابراي اكيش غنستعمل هنا جوجة الحبات ديالبيض وغادي نستعمل ديالك العلبة ديال كريمة ديال الطبخ اللي ممكن لكم تعاوضوها بجوجة ديال ياغورت او زبادي بدون نكها باحسن انها يكون داكلي كيكون هكا كخضر كيكون كريمي بزاف يعني كتكون لابراي اكيش سهلة بزاف دغية دغية كي توجد وراكي يجي صراحة كتجيزوينه وكتنفخلينا وكتعطي واحد مضاق اللي كي يكون ديد سوف نحاول ان نوزحها جيدا ضروري ان نوزحها كذلك لابراي اكيش كي نغطيها جيدا الحشوة كي تلبسها بالكريمة وندخلها على فرالي كي يكون سخون 180 دراجة نشعلها من تحت حتى يتحمرها جيدا وكتشت فرصاعد ثم ندخلها جيدا حمامة من الفوق ونرجع معكم بشكل نهائي لكي يكون هذا كيف ملاحظتها انتوما يجي مقرم شديك العجينة ومعلكة والحشوة صراحة انك تجي لديدة لديدة بزاف ممكن لكم تحتافظ بها هكا او كإضافة متوفر لكم هكا الجوب نعطيه من الفوق يعطي منظر لكي يكون كوزوين وكي يعطي حتى تعليك يعني متزاري اللا او الجوب الأحمر اللي متوفر لكم كي كونا دوش كالنهائي لانا غادي نقطع معاكم قطعة ما تشوفوا كي تجي من الداخل وكنا تتظر بزاف بزاف على الضجيج اللي استعمال لي ولدينا يعني ما خلانيش نهائيا نقطع مهم هنا غادي نقطعها بشوفوا كيف شكت جي صراحة نزوين بزاف ديك لابطة الشيشة جربوها تكون هي المعتمدة عندكم فليكيش اكيد لاجبتكم نوصة ما تساونيش بلايك ديالكم تعاليكم شاركوا مع الأهل والأصدقاء وتخليوا لي أراءكم خليتكم على خير وخليت لكم مراحة إلى وصفة قادمة إن شاء الله مع السلامة تحياتي لكم شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة